القانون بمفهوم الكتل السياسية والطبقة السياسية ليس قاعدة عامة لحماية المصالح العامة للبلد وانما القانون هو فصل لمقاسهم من اجل حماية مصالح تلك الكتل لذلك اشوف كل القوانين والدستور يفصل على مقاس هذه الكتل فبالتالي احنا مثلا انت شون تدخل مع هذه القوة وهي مهيمنة على القانون والدستور تتلاعب به ورا اضرب لك مثل ما اكو اقوى ونتفق هنا وياكو استاذ جاسم من شعبية الكتلة الصدرية والتيار الصدري اقوى شعبية واقوى قاعدة وهذا ظهر واضح وجلي من خلال حصولهم على 72 مقعد باكتساح لكن قدروا ان يشكلون حكومة ما قدروا ليش لانا اكو خلل بالقانون اصلا اكو خلل بالاليات بالنظام الداخلي يعني الا لازم تعبر عتبة النصب زاعد واحد حتى تقدروا وبالتالي وار اللي جاءوا لتحالفات مع قوة اخرى طبعا هو يجوز غير مقتنع بيهم او هي مو قريمة من افكاره بس هو مضطار ان يدخلوا اياها حتى يجيب عتبة انتخابية ويعبر صار انسداد سياسي ووصل حتى الاقتتال بالشارع بسبب هذه الوضع لذلك اشوف الان كل العملية السياسية بالعراق والانتخابية وهي معلومة انطيكية لان اتنا دائما يصير بيها نقاش بالاطار متوقفة على مشاركة التاري الصدري لحد الان لاحد يتحدث لي عن تحالف لاحد يتحدث لي عن قانون انتخابات الكل ينتظر مشاركة التاري الصدري ليش؟ لهم ثقل ولهم قاعدة شعبية كبيرة لحد الان هم عندهم نوايا يعني الان عيني الاطار على التاري الصدري كل تأكيد وكل القوى السياسية اذا شارك يختلف كل شيء ها؟ يختلف كل شيء يختلف قانون الانتخابات يختلف تعديله تختلف آلية الانتخابات التاري الصدري عنده نوايا واكو يعني من مفهومنا ومتابعتنا للوضع السياسي انه هو عنده الرغبة لكن لحد الان لا يوجد موقف رسمي احنا نتعامل معاقف رسمية صح التاري الصدري ايضا نفس التجربة اللي تحدث بها استاذ جاسم وانت تريد تتبناها واني مؤمن بيها تاري الصدري ايضا هو يريد يدخل ضمن هذا المفهوم اللي تحدثنا به انه شوان يقدر يحقق عتبة انتخابية بدون ما يتحالفوا يا القوى السياسية الموجودة الآن الجميع بصراحة عنده هيتش رؤية تاري الصدري يقول لك انا ماريد اكرر تجربة التحالف الثلاثي وبالتالي هو اعطى رأيه اكثر من مرة انه انا ما ارجع بعد لها القوى السياسية شيعية غير شيعية ما تحالفوا ياها فبالتالي هو يسعى ان يحقق هذه العتبة الانتخابية او تعديل قانون الانتخابات بشكل يتناسب مع المفهوم اللي نتحدث به حتى نقدر انزيع الطبقة السياسية وسقور السياسية والقابضين على السلطة غير هذا مجرد احلام بصراحة لان هؤلاء اللي مسيطرين الآن على مقاليد الحكم كل شي بيدهم قانون بيدهم قضاء بيدهم اذا جدت اشعار رسمي بمشارك التير الصدري شنو طبيعة الايطار شلح يسوي قانون موضوع قانون الانتخابات او بي قضايا اخرى مجبرا اخاك لا بطل لان اليوم شوف البيان البرجعية لم يكن اعتباطيا بيان البرجعية برسائل كبيرة جدا برجعية اعضت طبعا هي ملت وسائمة النصوح وبالتالي كان موقفها الاخير وبيانها دليل على فشل العمل السياسي بالعراق والطبقة السياسية والدليل اشرت على ان يكون الرجل المناسب في المكان مناسب اشرت على المحاصصة وتوزيع المناصب وعلى السلاح خارج ادار الدولة هاي كلها طبعا يعني البرجعية مشخصتها فبالتالي قوة التيار الصدري وتأثير المرجعية التأثير بالشارع لا سيما الاغلبية التي لم تشارك في الانتخابات اللي نتحدث عنهم الاثمانين بالمئة هاي كلها مجتمعة اذا تحققت فبالتالي القوة السياسية هي ما رح تقدر توقف لا بوجه التيار الصدري اللي هو مؤثر احنا مريد نسوي الادعاية بس احنا دا نعطي واقع حال انا نعطي واقع حال نعم التيار الصدري لديه شعبية ولديه قدرة ولديه جمهور ولديه قائد يؤثر بالعمل السياسي يؤثر بالشارع هاي اذا اجتمحت معايا رأي المرجعية والمرجعية اذا يعني وجهت بشكل واضح الجمهور الاغلبية الصامتة اللي هي دا تفسح وتضطي المجال لهذه الكتر السياسية ان تتمرد وتبقى انه باقية في مكانها وفي سيطرتها على مقاليد الدولة